فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية حسن الله عليكم قال ثم إن عرض حال عرف منها إثار المؤمنين للزيادة على ذلك فحسن فإنه صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بطول الطوليين وقرأ فيها بالطور نعم كان صلى الله عليه وسلم يرشد إلى أن يقرأ في صلاة المغرب بقصار المفصل نعم من الضحى إلى آخر القرآن وأحيانا يقرأ صلى الله عليه وسلم بسور طويلة كما روي أنه قرأ بطول الطوليين وهي الأعراف سورة الأعراف إنها أطول من سورة الأنعام التي قبلها وقرأ بالمرسلات وقرأ بالطور كما في حديث جبير بن المطعم هذا في بعض الأحيان وإذا كان المأمومون يؤثرون التطويل فإنه يطول بهم